في اول زيارة لمسؤول الاوكرانين الى العراق منذ اندلاع الحرب مع روسيا وزير الخارجية ديميترو كوليبا في بغداد لعقد مباحثات مع نظره العراقي فؤاد حسين تناولت ملفات العلاقات الثنائية والدولية وتطورات الحرب ومساعي قافها الزيارة جاءت بعد سبعة ايام من اتصال هاتفي جمع رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني بالرئيس الاوكراني بلودمير زينينسكي عقبة تقارير تحدثت عن طلب لوساطة او مبادرة عراقية بين اوكرانيا وروسيا الامر الذي نفاه وزير الخارجية العراقي خلال مؤتمر صحفي مشترك اريد ان اكون واضحا نحن لم نطرح الان مبادرة عراقية حينما يصل الطرفان الى قناع انه من ضروري البدء بالحوار بغضاء ستكون في خدمة طرفي النزاع الوزير الاوكراني الذي اتهم روسيا بالسعي لاستمرار الحرب اوضح موقف بلاده من الحوار نحن في اوكرانيا نريد سلام وبالتأكيد ندعم اي رؤية ومساعي لتحقيقه وهي رؤية الرئيس زينينسكي ونرحب باي جهود تعيد السلام واكد الطرفان انهم اتفقوا في مباحثاتهما على ان استمرار الحرب خطر من الممكن ان يتسع مداه على الارض ليهدد العالم باسره وان من الضروري السعي لايقافها بالطرق الدبلوماسية زيارة خرجت بمعطيات مهمة تضمنت استعدادا عراقيا لرعاية الحوار بين اوكرانيا وروسيا لوقف اطلاق النار مع نفي لوجود وساطة الحالية قابله ترحيب اوكراني باي جهود لاحلال السلام وانهاء الحرب المستمرة منذ نحو 14 شهرا حسام محمد علي العربي بغداد